في الأول من تشرين ثاني المقبل وفي يوم الانتخابات سوف يجرى استفتاء حول قضايا ملحة تشغل المواطن العربي وذلك في عشر مدن وبلدات عربية أول إيش الطريقة والتوقيتها مظبوط يعني بي بالمية أنه يسألوا الناس يخضوا رأي الناس بيوم اللي فيه انتخابات اللي بتتواجد الناس كله بسندق الاقتراع وهي فرصة اللي يعبروا عن المطالبين عن شو الصح وشو الغلط وشو المطلوب وشو الممنوع شو اللي بوافقوا عليه وشو اللي بعرضوا عليه فرصة جيدة جدا أنه يأتوا راهين الناس يأتوا راهين باستنذيق والاستفتاء وتوزعت القضايا بين البلدات المشاركة حيث انتشرت لافتات في مدينة الناصرة على سبيل المثال تدعو المواطنين بالتصويت حول قضية وضع كاميرات داخل الأحياء بهدف محاربة العنف والجريمة أما في كل من يافة الناصرة وطمرة فسيتم الاستفتاء حول البناء متعدد الطوابق استفتاء منيح هذا بفيد الشباب بتاع بيش حدا يعمر بعد ذلك حدا يشتري أريض ولا بقدر يعمر إذا فيه بيصير الطبقات عندنا طبقات اللي الناس تقدر تشتري ليش لا هذا مشروع منيح أنا حسب رأي أنا مع القضية أنه تعدد الطبقات السكن يعني فيش أي مشكلة إشكالية أنا حسب رأي فيها منها أول إشي الأزمة السكن اللي موجودة عندنا أزمة يعني مستعصية من زمان موجودة وهاي حل من الحلول السحرية مثل بقوله للسكان إذن تكتسب عملية المشاركة في الانتخابات أهمية مضاعفة تارة بالتأثير على الخارطة السياسية في إسرائيل وتارة أخرى بالتأثير على قضايا حياتية حارقة تستوجب حلولا فورية